موسيقى مقاطي يلخص أولويات المرحلة صندوق النقد، خطة الكهرباء وترسيم الحدود موسيقى الكتائب لحكومة من المستقلين فورا موسيقى الرئيس عون على القضاء أن يستحق استقلاله لأن يستجديه موسيقى هل سنشهد حل حالة في إضراب موظفي القطاع العام؟ موسيقى موسيقى مساء الخير على مدى يومين استقبل رئيس حكومة تصرف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف نجيب مقاطي الكتل النيابية والنواب المستقلين واستمع إلى تصورهم في كل ما يتعلق بالحكومة المرتقبة مقاطي التقى بالراغبين بالمشاركة وبغير الراغبين التقى من يريد حكومة وفاق وطني ومن يريد حكومة مستقلين من يريد حكومة مصغرة ومن يريد حكومة تراعي التوازنات الطائفية والسياسية التقى من يتمسك ببعض الوزرات ومن يدعو إلى عدم تكريس مبدأ التمسك بالوزرات والتقى المسهلين والمعرقلين والآن حان الوقت لجوجلة كل هذه المعلومات قبل أن ينطلق في مشوار التأليف وزيارة رئيس الجمهورية لإطلاعه على حصيلة المشاورات فهل وبعكس كل توقعات ستتشكل آخر حكومات العهد أو سيحرم الرئيس عون من اختتام عهده بحكومة فاعلة إذن بعد يومين من الاستشارات نيابية غير الملزمة خرج نجيب ميقاطي بكلمة مقتضبة لخص فيها أولويات المرحلة كبير من الحديث تنحكى وأهم شيء أنه كل لياتنا عارفين وضع السائد بالبلد وعارفين كل النصائح والأراء التي أعطيت خلال المناقشات كانت أنا بعتاد كلها تصب بمصلحة وحدة المصلحة الوطنية رغم أنها كانت أحيانا تكون من زوايا مختلفة ولكن بالنهاية المصلحة الوطنية بإذن الله حتغلب على كل شيء وحنستقل نقدر نعمل الحكومة تقدر أن تقدر تقوم بالواجبات العليا اليوم وهي استكمال ما بدأته حكومتنا الماضية خاصة مع صندوق المقد الدولي وموضوع خطة الكهرباء وأمور أخرى منها مواكبة الحدود والحدود البحرية وترسيم الحدود البحرية فهذا كان مجمل المناقشات وإن شاء الله تكون الأمور ترى النور طريقة كويسة جدا شريط الجولة الثانية من الاستشارات مع زميلة مجدولين عيد أصدلت الستارة على الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجرها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاطي لليوم الثاني على التوالي في المجلس النيابي واستمع إلى أراء ومطالب القتل والنواب وكان استهل نهاره مستبشرا بالخير وقال ردا على سؤال عما إذا كان متفائلا بتأليف الحكومة تفائلوا بالخير تجدوه إلى ذلك وبعيدا عن التروحات التي بدأ الرئيس المكلف العمل عليها والخيارات المتاحة شمل شريط الاستشارات اليوم 13 نائبا من المنفردين وقتلتين والمجلس الاقتصادي الاجتماعي مع تسجيل مقاطعة النائب أشرف ريفي النائب جميل السيد وعدم حطور النائب ميشيل ظاهر لوجوده خارج البلاد وتقاطعت أراء النواب بين الرغبة بالمشاركة بالحكومة مع عدمها والمطالبة بحكومة بعيدة عن المحصصات تراعي الأزمات التي نمر بها وقادرة على استكمال خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد وترسيم الحدود الرئيس المكلف التقاط كتل لبنان القوي تحدث باسمه النائب جبران باسيل الذي أعلن عدم رغبة التيار بالمشاركة بالحكومة وصعنا تمنى تنخلص من هالحفلة الكذب هايدي أنه يصير فيه مداورة شاملة جزئية يلي هو أنه إذا شاملة أكيد أفضل ما يضل فيه حقيبة أبدا بحيازة طائفة أو مذهب أو فريق سياسي وهذا الشي بيمطبق على الكل وما حدا بيحق له يتمسك بهذا الشي وأنه هلأ مش وقته كل مرة كل مرة هلأ مش وقته نصف مكارسين أمر واقع بالبلد هو منه مفيد بهذا الاتجاه كتلة نواب الأرمن أعربت على لسان النائب أجوبا كرادونيان عن الرغبة بالمشاركة أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي شملته الاستشارات لأول مرة أكد على لسان رئيسه شرل العربيد ضرورة استعادة الثقة دوت الرئيس اقترح فكرة أنه نعمل ورشة طارئة سريعة بحضوره ويكون قوى الانتاج من مال وأكيد السادة النواب كل الشعب اللبناني معني بالإنقاذ بدنا بالتكافل والتضامن كلنا منعرف صعوبة الوضع بس أكيد وضعنا منه ما يقوس منه إذا بيكون فيه وحدة وإذا فيه نية فيه إمكانية بعد انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة تتجه الأنظار إلى مرحلة التأليف من المجلس النيابي مجدولين عيد صوت لبنان حزب الكتائب دعا لتشكيل حكومة من المستقلين فورا فتضيع الوقت جريمة موصوفة بحق اللبنانيين عقد اجتماع مشترك للمكتب السياسي الكتائبي والمجلس المركزي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل وتمت إزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية التي وضعت تخليدا لذكرى عضو المكتب السياسي أنتوان بعقليني الذي سقط شهيدا في قاعة الاجتماع أثناء انعقاده إثر استهداف بيت الحزب المركزي في الصيف بسيارة مفخخة عام 1993 وفي المواقف علق المكتب السياسي الكتائبي على تحركات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والزيارات التي قام بها للرسميين وغير الرسميين والمواقف التي أطلقها معتبرا أنها عادت بنا في الذاكرة إلى أيام ما قبل الحرب عندما كانت الفصائل الفلسطينية تتحكم بمفاصل البلد وتستخدم لغة التهديد والوعيد بشن الحروب عبر الحدود الجنوبية ما أطاح بالدولة وأدى إلى ما أدى إليه من خراب وتوجه حزب الكتائب لهني بالقول إن تلك الأيام ولت إلى غير رجعة وأن أي محاولة لجر لبنان إلى محور الممانعة خدمة لمفاوضات تجري من هنا وأجندات تنتظر من هنا فشلت في السابق وهي ستفشل مجددا مدام في لبنان أحرار وأضاف أن هذه الزيارة أكدت متى سطوة السلاح على قرار البلد وأظهرت زيف ادعاءات أمين عام حزب الله من أنه لا يسيطر على المؤسسات الدستورية في لبنان فإذا به ينسج تحالفات العسكرية مع نظرائه في الممانعة وسط صمت مخزن لمن يدعون الإمساك بالمؤسسات الدستورية وقيادة المفاوضات الخارجية في الشق الحكومي اعتبر المكتب السياسي أن الاتجاه الذي تسير به عملية تشكيل الحكومة يشي باتجاه إلى التميع والتسويف بهدف كسب الوقت وصولا إلى الاستحقاق الرئاسي المحدد بعد أربعة أشهر من اليوم وأكد أن السير في هذا المنطق هو جريمة موصوفة بحق البلد وأهله الذين لا يملكون عكس المنظومة ترف هدر الفرص للخلاص من المأذق الذي يعيشون به ويرفضون مسرحيات البيع والشراء التي تجري بحجة الوصول إلى تفاهمات هي في الواقع محاصصة مكشوفة ودعا حزب الكتائب إلى تشكيل حكومة فورا تكون من أصحاب الاختصاص والكفاءة وقادرة على التفاوض مع صندوق النقد والدول الصديقة وفقا لخطة واضحة توقف الانهيار وغير ذلك سيكون فشلا متجددا رئيس الكتائب أن أبسامي لجميل حذر من خطورة الانسياق إلى منطق اللاحكومة قبل الانتخابات الرئاسية وأضف خلال استقبالها السفير المصري ياسر علوي أن تضيع الوقت في هذه الظروف الخطيرة يعتبر قتلا لللبنانيين الذين يعانون على أكثر من صعيد مشددا على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة في أسرع وقت وفي المواقف أيضا غرد نائب فريد هيكل الخزن قائلا انتهت الاستشارات ويبدو أن تأليف معقد مصلحة لبنان تتبدى على المصالح الأخرى لابد من إسقاط التموضوعات الحد ولا بديل عن الحوار والطلقي غرد رئيس الجمهورية ميشيل عون عبر حسابه الشخصي على تويتر كاتبا أقسمت وحيدا يمين الإخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها ومن أركان نظامنا الدستوري الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وليس هيمنت سلطة على سلطة على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه وعليه المساءلة حيث يلزم لا أن يتقاذف مسئولية الإدعاء ارتهانا لسلطة أخرى أو استنكفا النشر مستمرة وفيها بعض الفصل لقاء الشمعونين أهلا بكم من جديد نفذ موظف مصرف لبنان ضرابا تحذيريا ومعهم منصة صيرفة احتجاجا على تعرض للحاكم ونوابه قضائيا عندما زرنا المسؤولين القضائيين وضعناهم بالأجواء كاملة وقلنا لهم عند أي ادعاء على أي موظف بمصرف لبنان نحن سنتج إلى الأضراب وذلك كل تحت سقف القانون ونحن نحترم القضاء وكل القضاء ونحترم كل المؤسسات بهذا البلد ومن واجبهم احترام هذه المؤسسة التي تعاني منذ سنتين بشكل لا يتصوره عقب التقى وزير العمل في حكومة تصريف العمال مصطفى بيرم مفوضا من رئيس ميقاطي رابطة موظفي القطاع العام لبحث أزمة الرواتب والأضراب المفتوح بيرم أشار إلى أن الاجتماع كان مثمرا فيما لفتت رئيسة الرابطة نوال نصر إلى أن الموظفين لا يستطعون التحمل أكثر تم عرض فيه العديد من الاقتراحات العديد من الأفكار أفكار تتناسب مع هالمرحلة لعله أفكار مش مثالية بس ولكن أفكار تقدر تستجيب للطوارئ الاقتصادية اللي نحن عايشين فيها لأنه ما فينا نوقف الإدارة بشكل كله نحن تركنا الحوار مفتوح وفي أي لحظة من اللحظات حتى لو بالليل بدنا نكون مجتمعين قدمت العديد من الاقتراحات لح أحملها غدا إلى دولة الرئيس ميقاطي لح نشوف شو الجواب في هذا الموضوع عم نحاول قد ما فينا ندور الزوايا مع تحفز الشخصي تحفز الشخصي يعني هذا تمايز في الاجتماع تحفز الشخصي على فكرة الإضراب المفتوح على إضراب الموظفين بتسير أمور المواطنين عام وشهر كما ذكرت وصلنا إلى حد العجز عن هذا الاستمرار بيوم أو يومين أو فيات بتسير أمور المواطنين اليوم المواطن الذي هو نحن والذي نحن أيضا لا نتقاضى رواتب من هم الذين لا نتقاضى رواتب هو نحن المضربون لولا عجزنا الحقيقي عن متابعة العمل بطريقة سابقة لما فتحنا إضراب وزير الأشغال العام والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمي عقد مؤتمر سحفيا تناول فيه التعميم المتعلق بإزالة كل لوحة الإعلانات الموضوعة على الأملاك العام التابعة لوزارة الأشغال العام والنقل وإعادة تنظيم عملية الترخيص طالبا من الجهة المعنية المؤذرة في تطبيقه 99% من الإعلانات على كامل الأراضي اللبنانية لم تصدر بموجب موافقات من وزارة الأشغال ثلاث أبواب مختلفة عن بعض الباب الأول كل من أي أحد أي شركة حاطة إعلانات لم يحصل على موافقة وزارة الأشغال العام والنقل أو ترخيص من البلدية على ملك وزارة الأشغال العام والنقل وهي واضحة بالمرسوم 2015 عليه بإزالتها فورا الباب التاني كل ما لديه رخصة من البلدي عليه أن يستحصل خلال شهرين على موافقة وزارة الأشغال حذر رئيس نقابة مقاولي الأشغال العام والبناء مارون الحلو من أن قطاع البناء في حالة جمود تام مشيرا إلى أن موازنة القطاع العام لا تتضمن أي إنفاق استثماري فيما وزارات الخدمات تفقد إمكانات إطلاق أي مشاريع وكشف في بيان أن الأشغال التي تنفذ حاليا تقتصر على بعض العقود المتعلقة بتشغيل محطات الكهرباء والمياه وجماعة وكنس النفايات والصيانة فيما لا يزال المقاولون يواجهون صعوبات بتحصيل هذه العقود لافتا إلى سعي شركات للانتقال للعمل في الخارج لتأمين استمراريتها بانتظار انفراج الأوضاع في لبنان حلو عول على التعاون بين نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية وبين اتحاد المقاونين العرب من أجل فتح أسواق جديدة أمام المقاونين اللبنانيين وفرص بديلة في الدول التي تتوفر لديها موارد مالية اليوم أخبار محلية متفارقة في هذا التقرير التقى وزير الدفاع موريس سليم وكيل وزارة الدفاع الإيطالية جورجو مولي ترافقه السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردي سليم أكد حرص لبنان على استمرار اليونيفل في أداء مهامها دون أي تعديل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي أما المسؤول الإيطالي فشدد من جانبه على وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش اللبناني معربا عن استعداد بلاده لتقديم ما يلزم من المساعدات للجيش اللبناني المواضيع السياسية الآنية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية حضرت في لقاء بين رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كاميل شمعون والسفيرة السابقة ريسي شمعون في مكتب شمعون في البيت المركزي أعلنت وزارة المالية أنه في إمكان رؤساء الأقلام والكتب الذين شاركوا في العملية الانتخابية الاستمرار في قبض مستحقاتهم من صنادق المحتسبيات المحلية في كافة المحافظات والأقضية ومن دائرة المحاسبة والصنادق في بيروت خلال يومي الأربعاء والخميس علما أنه تم دفع مستحقات حوالي 11 ألف موظف من أصل 14 ألف ميتين تقدم النائب دكتور سليم الصايغ بكتاب خطي لرئيس الحكومة مطالبا بتحرك الهيئة العليا للإغاثة ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لمسح الأضرار الناتجة عن العواصف التي ضربت لبنان يوم السبت الماضي بالتنصيق مع الجيش ليصار في ضوء النتائج إلى المعالجة العادلة عددت وزارة الصناعة سقف سعر مبيع طراب السوداء بمليون وتسعمائة وخمسين ألف ليرة لبنانية على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من غد ولغاية الرابع من تموز ضمنا صدرت مذكرة إدارية قدت بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الأطحى المبارك بين التاسع والثاني عشر من تموز المقبل استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون وفدا من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية للاطلاع على برنامج مهرجانات بعلبك لهذه السنة تحت عنوان رجعت ليلي بعلبك ووجه الوفد دعوة إلى الرئيس عون لحضور الحفلة الافتتاحية في 8 تموز المقبل والتي ستحيها السيدة سمية بعلبك والفنان لبنان بعلبك رئيسة اللجنة جمانا دبيني أشارت إلى أن المهرجانات ستقام هذه السنة في باحة معبد باخس رغم الظروف التي يمر بها لبنان وهذا دليل على أن هذا الوطن قادر على تجاوز الصعاب صحياً أعلنت إدارة المستشفى اللبناني لجعيتوي إعادة فتح وحدة كورونا بسعة استقبال تصل إلى 16 سريراً يمكن من خلالها علاج المرضى المصابين مشيرة إلى أن مركز تلقيح يواصل نشاطه كل يوم من أيام الأسبوع للتقديم لراغبين فرصة الحصول على اللقاح الخاص بكورونا أكدت وزارة الخارجية عزمها على متابعة موضوع تسديد مستحقات الدبلوماسيين ونفقات تشغيلية للبعثات اللبنانية في الخارج بالتعاون وتنصيق مع رئيس الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان وقالت نأمل أن يتحلوا بالصبر كما عهدناهم دائماً نظراً لظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون ولن تألو الوزارة جهداً لتحصيل حقوقهم المشروعة بسرعة المرجوة ماذا بعد انهيار المبنى في ظهر المغر في طرابلس وما مصير المبنى الملاسق؟ أتفاصيل مع روع الرفاعي أمام المواطن الترابلسي حل من اثنين إما الموت في قوارب الهجرة الغير شرعية وإما البقاء داخل منازل آيلة للسقوط تهدد حياة القاطنين بالخطر في كل حين وهذه الأبنية كثيرة ومنتشرة داخل الأحياء الشعبية ومنها منطقة ظهر المغر في القبة والتي شهدت يوم الأحد الماضي مأساة حقيقية حين منهارت إحدى أبنيتها على رأس سيدة وابنتها الطفلة جمانة ابنة الخمسة أعوام والتي أسلمت روحها فيما بقيت الوالدة على قيد الحياة لكن وضعها الصحي خطير أهالي ظهر المغر صبوا جامى غضبهم على كل السلطات المعنية وفي الطليعة نواب المدينة والذين لا يعرفون هذه المناطق إلا في زمن الانتخابات يزورونها ويطلقون العنان للوعود وبمجرد وصولهم يغفلون خطوط هواتفهم ومكاتبهم فماذا تقول مواطنة تقطن اليوم في منزل مهدد بالسقوط لصوت لبنان كل بيوت متى ما نكشيفها هلا هذي كمان يعني محولة للخطر وبعدين لك هلا خلص تركوا كل شي وفلوا ما بقى حدا نتطلع ما في حدا متى ما نكشيفها الأرض فاضية خلص إيجوا شوي طلوا وراحوا نشو أجيتوا عملتوا نحنا ما بدنا هيكم نحنا بدنا نعيش متى ما هالناس عم بتعيش حاجة بقى حاجة والله هالعظيم من لينا من جهته مواطن يشرح كيف إن كل الأبنية في المنطقة تحتاج للترميم وإلا فإن الكارثة كبيرة المهندس زاهر سكاف المشرف على متابعة قضية المبنى الملاصق والمهدد بالانهيار من قبل بلدية ترابلوس وقد اتخذ القرار بهدمه قال لصوت لبنان الأبنية المهددة بالسكوت كثيرة والإمكانيات ضعيفة مما يجعل الكل يتقاذف المسؤوليات وحدها العناية الإلهية قادرة على تجنيب المواطنين المزيد من الخسائر من ترابلوس روعرفاعي الصوت لبنان نفى رئيس جهاز الفكر الكتائبي رفيق غانم ما ورد فيما قال حملة طرد وتأديب في الكتائب على خلفية الانتخابات الذي نشرته صحيفة نداء الوطن عن أن غانم لم يلتزم انتخابيا بمرشحي الحزب وأنه تم اتخاذ تدبير بحقه وأشار غانم إلى أن هكذا معلومة مفبركة تكفي لضرب كل ما ورد من كلام معروف المصدر والذي لا يهدف سوى إلى زرع الفتن ولا يشبه بشيء المقال الصحفي الذي يستوجب أولا الأمانة ودائما الدقة في المعلومات والأجدى بمن لا يتمتع بهذه الصفات أن يبتعد عن مهنة تطلب التحلي بالصدقية وتتمسك بالحقيقة نتبع النشرة بعد الفاصل وفيها قمة السابعة تعلن عدم السمح لبوتين بالانتصار إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية موقفان يلخصان الحرب الروسية على أوكرانيا البيان الختامي لقمة السبع الذي أعلن عدم السمح لبوتين بالانتصار ولكراملين الذي صرح بأن الحرب يمكنها أن تنتهي بمجرد أعلان كييف الاستسلام والمعادلة واحدة حرب طويلة الأمد التفاصيل في التقرير التالي يبدو أن الحرب الروسية على أوكرانيا لن تنتهي بسهولة والأزمة الغذائية إلى تفاقم هذا الموضوع تحديداً كان خلاصة البيان الختامي لمجموعة السبع الذي طلب من البلدان التي تمتلك مخزونات غذائية كبيرة بجعل الطعام متوافراً بدون الإضرار بالسوق وتجنب المبالغة في تخزين الغذاء الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأسعار وتعهدت مجموعة السبع بتقديم أكثر من أربعة مليار دولار إضافي لمكافحة عدام الأمن الغذائي مكررة نداءها العاجل إلى روسيا كي توقف حصارها للمرافق الأوكرانية المطلة على البحر الأسود وأكدت اتخاذها إجراءات عاجلة لتأمين إمدادات الطاقة وتقليل الزيادات في الأسعار المستشار الألماني أولاف شولز أكد أن مجموعة السبع تتضامن مع أوكرانيا وتتطفق على وجوب هزيمة بوتين الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أكد بدوره أن روسيا لا تستطيع ولا يجب أن تنتصر في حربها ضد أوكرانيا معتبرا أن لا بوادر على انتهاء الحرب قريبا في تشديد على تحديد صقف لسعر الغاز الروسي واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لا يعتقد الوصول إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة ضد روسيا في غضون ذلك أعلن لكراملن أنه يمكن إنهاء الحرب المندلعة في أوكرانيا خلال يوم واحد فقط وذلك بمجرد إعلان كييف الاستسلام فيما أكد وزير الخارجية روسي سرغي لافروف أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا ليحل الأزمة بل سنواصل استهدافها في خطوة تظهر أن نهاية الحرب لا تزال بعيدة المنال في غضون ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية عن قائمة عقوبات جديدة متعلقة بروسيا تشمل عشرة الكيانات والأشخاص وبنك موسكو وشركات رؤستيك الدفاعية الحكومية كما تشمل هذه العقوبات حظرا على وردات الذهب من روسيا بعد توقف دام لأشهر استؤنفت اليوم المفاوضات النووية الإيرانية في قطر مقتصرة على طهران وواشنطن التي تتفاوضان بواسطة مفاوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي السفارة الإيرانية في قطر أعلنت عن وصول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي بقري ووفدت تفاوض الإيراني إلى الدوحة في حين كشفت السفارة الأمريكية في الدوحة أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي التقى مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ونقش شراك القوية بين الولايات المتحدة وقطر والجهود الدبلوماسية المشتركة بشأن إيران بيان مجموعة السابع عبر أيضا عن قلقه من وضع حقوق الإنسان في إيران وأكد عدم السماح لإيران بتطوير سلاحها النووي وأكد أن الدبلوماسية هي طريق الأفضل لوقف برنامج إيران النووي يرتقب في العاصمة الإسبانية مدريد انطلاق أعمال قمة حلف شمال الأطلسي النتو وهي القمة التي وصفها سكرتاره العام يانسي ستالنبرغ قبل يومين بأنها تاريخية وعاشية القمة تحدث ستالنبرغ عما أسمه تحول جذري في ردع تحالف ودفعه وتعزيز دفاعاته على حدوده الشرقية ورفع قوة الرد السريع إلى أكثر من 300 ألف جندي وضف أن قمة النيتو هذه ستتناول ما تسميه التحديات التي تشكلها بكين لأمننا ومصالحنا وقيمنا ماذا الآن في أخبار الرياضة مع رومين طنوس منبدأ أخبارنا الرياضية ضمن الدور الأول من بطوط وينبالدون لكرة المضرب حق المصنف السابع عالميا لإسباني كارلوس الكارز الفوز على الألماني لينرد ستروف بثلاث مجموعات لمجموعتين بنتيجة 6-4-5-7-6-4-6-7-4-6 وذلك بعد مباراة تجاوزت أربع ساعات إلى ذلك قرر اللاعب الكرواتي لكرة المضرب مارن سيليش لإنسحاب من بطول وينبالدون المفتوحة إثر إصابته بفيروس كورونا محليا كشف رواد موايا التواصل الاجتماعي أن نادي بيروت جدد عقد نجمه جراء الحل ديون لموسم إضافة فيما أكدت مصادر أيضا أنه الفريق عم بيفاوت حاليا كل من عزيز عبد المسيح وكريستوف خليل محليا أيضا وبكرة السلة نايع رواد موايا التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشارطة صفحة فريق الحكمة على صفحة الرسمية لتأكد بقاء قائد الفريق وتجيد عقد لعبه على مزهر بصفوف الحكمة إلى نشرة الأحوال الجوية الجو اليوم مشمس مع درجات حرارة بتتروح بين 23 و28 درجة ريح غربية بسرعة بتتروح من 10 إلى 15 كم بالساعة ونسبة الرطوبة 66% بكرة الجو مشمس إلى غائم بأغلب الأحيان والحرارة بتسجل بين 24 و28 درجة الخميس الجو مشمس أيضا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبالسجل 29 أقساها و24 أدنها نصل للجمعة والجو مماثل مع استقرار بدرجات الحرارة بين 24 و29 درجة السبت رح نشهد ارتفاع إضافة ولكن بسيط بدرجات الحرارة يلي بتوصل إلى 30 درجة أقساها و24 درجة أدنها النشر انتهى تابعونا عبر موقعنا VDL.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الأبليكيشن شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء